أهلا بكم الجمل الأخيرة في كلام هاني جمل مهمة جدا أولا في ناس كتير ضايعت وقت في حياتها وضايعت حياتها في البحث عن الحلول عند العشابين وعطارين طبعا ما احترامي شديد ليهم الناس دي لها شغل محترم لو بيتكلموا في عطارة بتاعة تغذية في عطارة بتاعة نكهات في التغذية العلاجية يعني بعاتوا حاجات خاصة بالأكل والأخير شيء مقبول وجميل لكن مع الجوش أمراض وضعف جنسي ده حالة مرضية وحالة مرضية مؤقتة كمان بعض الناس بتلجأ إلى خرافات أو يعني لانزلاق بقى الشيطاني وراء الخمور والمخدرات وزي ما احنا سمعنا أن شيكسبير قال أن المخدرات أو الخمور يعني على حد تعبيره تجلب الرغبة ولكن تذهب بالأداء كلام سليم علميا 100% لكن خلي بلكوا أنه في حاجات كتيرة جدا في هذا الزمن ومنذ فترة ليست بالقصيرة تؤثر على الأداء الجنسي تؤثر على القدرة الجنسية عند الرجال وما يؤثر على القدرة الجنسية عند الرجال يؤثر على القدرة الجنسية عند السيدات بس الست تأثر القدرة الجنسية عندها بيبقاش واضح لكن الراجل المسألة بتقوى واضحة مفيش انتصاب لكن الست عندها أشكال مرضية أو أشكال تدل على البرود الجنسي وجفاف الميبل وخلافه لكن تعالوا نرجع بس لحاجات مهمة أدوية الكتاب لو اتاخدت بدون إشراف طبيه واتاخدت عمال على بطال واتاخدت بنوع من التهور ممكن يبقى لها تأثير سلبي خطير جدا على القدرة الجنسية كمان الملوسات البيئية والملوسات البيئية دي خطيرة جدا وحط بقى تحت الملوسات البيئية دي 500 خط في أماكن في العالم فيها تلوث أكتر من غيرها وفي ملوسات بيئية عليها علامات استفهام فخلي بالنا من موضوع الملوسات البيئية دي عشان دي بتأثر على القدرة الجنسية والقدرة الإنجابية خلي بالكم انه ضعف الانتصاب علامة مخيفة جدا لانها ممكن تكون جرس انذار لنوبة قلبية او لقدر الله سكتة دماغية قادمة شرايين وشرايين ده بيضعف وبيعمل ضعف انتصاب والتانين بيضعفوا ويتقفلوا ويعملوا زبحة او جلطة فخلي بالك الحاجة اللي انت مستهون بيها دي وبتشوف حلولها بعيدة عن الطب سواء في صيدلية او عند عشاب الافضل ان انت تسمع كلامي وتمشي صح تروح له الدكتور النهاردة حوار له طبيعة خاصة جدا لانه مع قيمة علمية كبيرة واسم كبير في عالم الذكورة في عالم علاج الضعف الجنسي واحد من رواد هذا المجال اللي بيسعدني جدا بوجوده معنا والحقيقة انا بابا جاي متحمس لاننا عارف اننا هستمع الى كل انواع اولا التفاصيل الجديدة الاحدث كمان هعرف الحق من البطل في عالم يختلط فيه احيانا الحق والضلال في جمل من على لسان الكثيرين او في الممارسات اللي بساعات ما تكونش مهنية كما ينبغي ضيف العزيزة القيمة العلمية الكبيرة اللي استاذ الدكتور محمد عبد الشافي فرق كبير بين القدرة الجنسية والقدرة الإنجابية الدراسة تقول ان المواد الإباحية ستدمر عقلية الرجل الغربي كتير مننا بيفرح ان ابنه تختخ كده ومتاعه يكبر الولد وعنده مشكلة لا تظهر الا بعد الزواج بيقولوا انه لا يمكن زراعة الدعامة داخل الجسم السكان وانه ده كلام ليس عدم لا يقاس طول العضو الزكري الا اثناء الانتصاب الاستاذ الدكتور محمد عبد الشافي استاذ جراحات المسالك البولية والضعف الجنسي بكلية الطب الحاصل على زمالة امراض الزكورة من جامعة ساو بولد عضو الجامعية الامريكية لأمراض الزكورة ضيف العزيز استاذ الدكتور محمد عبد الشافي استاذ امراض جراحات المسالك البولية والضعف الجنسي بكلية الطب صاحب زمالة امراض الزكورة من جامعة ساو بولو عضو الجامعية الامريكية لأمراض الزكورة والعقم ضيف العزيز منورني وسعيد جدا بها زي الزيارة انا اسأل يا فرندي اسمح لي ان اهلنا حضرتك بحصول على جايزة حوار الاول بسؤال كلاسيكي كده هل الناس تعرف كويس تشريح الجسم الكافي تشريح القضيب هل الناس يعني لما نقول مثلا انه خبراتكم لازم تتطرق الرجالي لانهم يفهموا التشريح هل نبقى مبالغين اطلاقا لان طبعا اي مريض لما بيفهم طبيعة مرضه بيبقى على الاقل قادر يميز ما بين الكلام الصح والغلط ثانيا بيستريح نفسيا ودي جزء من علاجه فطبعا الكلام كتير ما بين الاطباء والمريض بيسمع يقول لك جسم كافي ومش جسم كافي هو ما يعرفش يعني ايه جسم كافي فهم جدا يعرف تفاصيل هذا الموضوع عشان يبقى فاهم اللي بيتقاله ايه بالزبط ايه هو الجسم الكافي اساس؟ لو بصنا للتركيب التشريحي للعضو الزكري هنلاقي عبارة عن ثلاث استوانات اتنين ماشيين جنب بعض موازين لبعضهم البعض ده قطاع عرضي بالزبط يعني الصورة اللي قدامنا دي ده مقطع في العضو الزكري لو تخيلنا ان الثلاث استوانات زي ما انا حاطت صوابعي تحت بعضهم كده وخدنا فيهم قطاع عرضي كده في بالو بالشكل اللي قدامنا على الصورة استوانتين او جسمين اللي باللون الاخضر دول المسؤولين عن الانتصاب وبنسميهم الجسمين الكهفيين لانهم عبارة عن كبوف من الداخل لانسجة كهفية من الداخل والجسم التالت هو الجسم الاسفنجي اللي بيمر من خلاله مجرى البول اللي يشبه الفم زي ما باين في الصورة قدامنا في المقطع العرضي المقصود او المسؤول عن الانتصاب هما الجسمان الكهفيين اللي لهم اخدر قدامنا في الصورة في جدل كتير قوي بقى حول المسميات ومن هنا بدأت تبقى في نقاط خلاف والمرضة تاهو كتير جدا حول مفاهيم بتلغبطهم وتشتتهم من هذه المفاهيم يقولك ما فيش حاجة اسمها نسيج كهفي وفي حاجة اسمها جسم كهفي فما حقيقة هذا الموضوع؟ لا طبعا هو فيه جسم كهفي ونسيج كهفي والجسم الكهفي عبارة عن حاجتين النسيج الكهفي اللي موجود داخله اللونه أخضر في الصورة قدامنا والغلاف المحيط بينه من الخارج اللي هو عبارة عن ألياف لونها أبيض ديت فإذا الجسم الكهفي يساوي النسيج الكهفي زائد الغلاف المحيط به اللي بنسميه احنا تيونيكا ألبوجينيا باي إنجلش والجسم الكهفي هو جمع الاتنين مع بعضه إذا فيه نسيج وفيه غلاف طيب المعلومة دي إيه أهميتها؟ أهميتها إن فيه ناس بتتكلم دلوقتي حول ما يسمى بالزراعة خارج النسيج وما يسمى بالزراعة داخل النسيج الكهفي فطبعا الناس تشتتت وأكتر ناس ساعدوا في التشديد هما الأطباء ليه؟ كتير منهم الله أعلم عن علم وعن جهل يفهم الناس إن الزراعة خارج النسيج تعني خارج هذا الجسم الكهفي والكلام ده مستحق إطلاقا يعني يقصدوا زراعة تحت الجلد مثلا وقال دي هتخرم وتطلع فده غير صحيح المقصود بالزراعة خارج أو داخل النسيج الكهفي اللي اتنين سواء خارج أو داخل بيتزرعهم داخل الجسم الكهفي بس الفرق بينهم في آلية التنفيذ فيه جراح بيحب يفصل الغلاف بتاع الجسم الكهفي عن النسيج نفسه ويدخل بينهم يزرع دعمته بيحافظ على النسيج بالعربي وفيه جراح تاني لا يهم هذا النسيج إطلاقا وبيضرب مشرته في الغلاف والنسيج مع بعض ويقول لك أنا بزرع داخل النسيج الكهفي طيب اللي اتنين سواء داخل أو خارج بيزرعوا داخل الجسم الكهفي مفيش واحد فيهم بيزرع تحت الجلد مثلا أو خارج الجسم الكهفي اللي اتنين بزرع داخل الجسم الكهفي الفرق إنه واحد متقني وما هيش جراحة جديدة ولا حاجة لأ واحد متقني بيفصل دعم دي عشان يزرع بين الغلاف والنسيج لكن الاتنين داخل الجسم الكهفي والتاني بيضرب مشرته ويقول لك ما هو مالوش لازمة أو هو في حكم التالف فمش هتفرق معي حفظ عليه ولا لأ طيب هل الكلام ده ليه أهمية ومرضوط طبي طبعا دي أهمية كبيرة جدا وفيه أفكار مغلوطة كتيرة جدا حول هذا الموضوع منها ما يلي اللي بيقولوا إنه إحنا الحفاظ على النسيج الكافي ليهم هدف إنه أنا الطب مبني على مبدأ أن تحافظ على الأنسيج المحيطة بك هخسر إيه لما أكون متقني في الجراحة وأفتح الغلاف اللي لونه أبيض والغلاف اللي لونه أخضر أفصله منه على قد ما أقدر إنه قدرت باحترافية إنه قدرت باحترافية أن أنا أفصل الجزء اللي لونه أبيض ده من الجزء اللي لونه أخضر وذي بتعتمد على خبرة الجراح يبقى كلام ممتاز ما قدرتش فعله يا أخي ما جاهرش بالفحشة أقول أقبطة في قلب البتاح ودمر هذا النسيج ليه؟ تم قال أنا في ضربة المشرط ده وكالنسيج ده الكافي أبارة عن حاجة كافية فيها شريان بيمر من الوسط بيوزع الدم على جميع الأنسيجة اللي هي بتتفرع منه في النهاية فأنا أبو تربيت مشرطي دي أنا ممكن أوصل لهذا الشريان يبقى أنا يعتبر دمرته تدميرا كاملا ليه؟ النقطة التانية يعني اللي دايما فيها خطأ ما بين المفاهيم يقول لك لأ أنا لما هزرع داخل النسيج غير لما هزرع خارج النسيج لأن خارج النسيج غلط خارج النسيج برضو هكرر تاني المقصود داخل الجسم الكافي برضو مش خارج النسيج يعني تحت الجلد يعني تحت هذا الغلاف اللونه أبيض وما بينه الأخضر والأبيض اللي هو داخل هذا الجسم اللونه أخضر كله يقول لك لا ده غلط غلط لي يا سيدي يقول لك لأن أنت لما بتزرع خارج النسيج الجزء اللي باقي من النسيج خارج الأخضر يعني خارج الأخضر يعني بين الأخضر والأبيض الجزء اللي باقي دهوت مع الوقت بيحصل ضغط عليه بنسميه في الطب بريشور نيكروزوس ويتآكل وبالتالي هيبقى فيه فراغ كبير حول هذه الغلافة الدعامة فهتنكسر بقى وتلف وتتني كلام ده كلام خاطئ بنسبة 100% لأن الفرق بين اللي بيزرع خارج وداخل لا يوجد إطلاقا اللي اتنين ما بيشيروش حاجة من النسيج اللي اتنين بيزرعوا داخل الجسم الكهفي اللي اتنين لو أنا حطيت دعامتي موازية للنسيج أو ضربت مشرطي في قلب النسيج وحطيتها جواه أنا ما شلتش حاجة لو هيحصل تآكل في ديك للنسيج هيحصل تآكل في دي برضو ما هو النسيج موجود إذا كنت بتتكلم على إن الدعامة بتضغط على النسيج لما أنت بتحافظ عليك طيب ما في الحالتين النسيج موجود منتخي منتخي جدا حطيتها جنب وحتطغط عليه حطيتها جنب وحتطغط عليه بإذا حتت إن انت بتتزرع إنها ضرر عشان بتاكل النسيج فده طبعا خطأ واضح ولا علاقة له بالصح الحاجة التانية انت بتقول إن الجراح عشان يزرعها خارج النسيج بيتطلب إن هو يزرع دعامة حجم أصغر مين قال الكلام ده ما هي نفس المساحة اللي انت بتزرع فيها داخل النسيج هي اللي بيزرع فيها اللي بيزرع خارج النسيج هيصغر ليه ما هو نفس النسيج اللي انت بتضرب مشرطك في قلبه هو نفسه بيفصله ويزرع برضه داخل الجسم يبقى إذا إحنا الاتنين بنلعب فيه محيط واحد اسمه الغلاف الخارج للنسيج أو داخل الجسم الكافي بس داخل الجسم الكافي ديت ممكن يا إما خارج النسيج نفسه بحيث إن أنا أحافظ عليه أو داخل النسيج أضرب مشرطي في قلبه في كلتا الحالتين لأنا ولأنت سواء بنزرع داخل أو خارج بنشيل نسيج يبقى لو هيحصل تآكل هيحصل تآكل معي ومعاك لأنا ولأنت محتاجين نصغر حجم الدعامة لأن النسيج موجودة عند اللي بيزرع داخل وعند اللي بيزرع خارج بنفس الكم ونفس الكيف يبقى إذا حتة النهى محتاجة أعمل دعامة أصغر ده كلام مش مصبوط من حتة النهى بيحصل تشرر نكروس أو تآكل لما أزرع خارج النسيج على أساس أنها بحفظ عليه فهيتاكل مع الوقت ما أنت بتزرع وبتسيبه برضو وبتاكل برضو مع الوقت اللو المبدأ ده صح لكن في كلتا الحالتين لا بيتاكل ولا حاجة واللي ليه خبرة في هذا المجال يعرف أنه لما فتحنا مرضى عاملين دعامات قبل كده سواء خارج أو داخل بالله النسيج الكافي بيلتف حول الدعامة ويحيط بها كأن ربنا سبحانه وتعالى خارج خالق هذا الجسم والدعامة بيداخله يبقى إذا مفهوم أن الزراع خارج أو داخل أولا خارج أو داخل اللي اتنين زي بعض في إيه اللي اتنين داخل الجسم الكافي اللي اتنين ينطبق عليهم نفس الظروف من ناحية أنه لا بيحصل تآكل ولا شيء لأنه لا ده بيشيل من النسيج ولا ده بيشيل من النسيج فلو هينطبق على ده تآكل هينطبق على نفس الكلام اللي اتنين بيحطوا نفس الحجم من الدعامات لأنه لا يوجد أي داعي يخلي اللي بيزرع خارج النسيج أو بيحافظ عليه يعني يزرع حجم أصغر نفس اللي بيزرع داخل بيزرع في نفس المساحة برضو هيصغر ليه؟ منين جينا قط الخلاف؟ جات من أحد أطباءنا وزملائنا الأفاضل كان عمل بحثه وقال والله أنا بضيف على كلمة خارج النسيج دي لكن أنا هزرع دعام حجم أصغر عشان أدي فرصة للنسيج يتمدد ده بحث فردي أمبي أحد الأطباء الأفاضل للزملاء ونشره في مجلة علمية احترم وتم تقييمه افتهاد مشكور افتهاد مشكور بالضبط هذا بحث اكتهاد مختلف ربما في نقاط لكن رائع شغل علمي محترم رائع لكن لا يعني أن هذا الزميل الفاضل الإضافة اللي ضفها أنها تطبق على كل من يزرع خارج النسيج الكهفي يعني عشان المالد ما يتوهش تاني نجمع تاني الزراعة خارج النسيج وداخل النسيج الاتنين داخل الجسم الكهفي الاتنين مش تحت الجلد فيش واحدة منهم تحت الجلد وواحدة جوه النسيج نفس الاتنين بيتزرعوا والنسيج موجود سواء أنت ضربت مشرتك فيه أو فصلتوا عن الغلق والاتنين بيأثروا على النسيج بالضبط كده والاتنين إذا كنت هتقول ده بيعمل ضغط هو أساسا النسيج طالما وصلنا لمرحلة اسمها احتياج إلى زراعة دعامة النسيج الكهفي أو نسيج الجسم الكهفي في الغالب بيبقى حصل فيه تلف كبير جدا ممتاز بيبقى بنقول عليه وظيفيا لا يعمل بالضبط لكن أنت إيه هتخسره كجراح لما تكون متأني وتحافظ عليه لأن النسيج ده لما بتحافظ عليه تربط مشرتك اللي هي بيعون في دي عشان تسرع الجواه وانت بتسرع بالسنترال أرتري أو الشريان الرئيسي اللي في النص انت كده دمرته خالص المريض الشوية الضخ الدم البصاط اللي بيحصله حتى ولو كان لا يفوق الغرض انه ها يعملوا انتصاب كامل هم دوله بتدوله الإحساس الطبيعي انه بني آدم عايش بتدوله الإحساس طبيعي انه في حاجة جواه بتتحرك في حركة في حيوية في دم بيتضخ حتى ولو كان قليل بس هو ده الإحساس اللي هو بيحس بيه بمتعته ونشوته فأنت ليه تحرم من هذا الموضوع طول له والله ده غلط يبقى إذا عرفنا من الأول ان اللي اتنين زي بعض فيه ان النسيج ما موجود عند الطرفين اللي بيزرع خارجه داخل اللي اتنين داخل الجسم الكافي مش خارجه لكن واحد بيحافظ واحد ما بيحافظي اللي اتنين لا يتطلبوا ان أنا أزرع حجم صغير من الدعامة وعرفنا جات منين حتة حجم أصغر ده كان بحث فردي قام بيه أحد زبلاء الأفاضل وتم الرد عليه في ممن قيموا البحث مش من نحنا احنا لسنا جاهد تقييم عشان تقيم بحث زميل ده رجل أستاذ يعني مش صغير عشان يتقيم بحثه على الهوى كده في كلام للسوشيال ميديا مثلا لا ده كلام لازم يتقيم في مجال بحث العلم من الناس اللي أشرفوا على هذا البحث وتم تقييمه ولوه كل احترام وتقدير كل من يجري بحث لهوك ترامضي ودائما نقول في الأبحاث العلمية ان اللي بيوصل لنتيجة ان هذا الشيء خاطئ بيدينا معلومة مفيدة زي اللي بيقول لنا ان هذا الشيء مفيد لأنه لما نعرف انه خاطئ بيوفر وقت بيوفر وقت مهم في العمل بالزرط العلمي عليه لكن هنا لازم نفهم بقى انه في واضح ان مستوى الثقافة الناس عالي جدا في فهمها للدعامات وبدأت الناس تسأل أسئلة مثلا من ضمنها هل الدعامات تتلاف هل الدعامات يحدث حولها نوع من التغيرات البيولوجية والتعامل والتلايفات اللي تخلي الدعامة نفسها يحصل ده واضح ان الأسئلة دي بتطرح نفسها جدا يفندم هو المريض زكي والمريض بيحب يسمع قوي وكل تفاصيل يعني فيه كتير من المرضى يقول لك والله احنا مش ناقصنا الا ان تدونا التايتل بتاع دكتور من كتر ما اسمعنا منكم من كلام حول هذا الموضوع ودي حاجة يعني يعني شكرا لوسائل التواصل وشكرا للميديا انها خلت الناس عندها ثقافة كافية انها تفهم مرضها وتفهم طرق علاجها صح وخصوصا في المنطقة ما كانش فيه حوار فيها كتير الناس بتخجل الحوار المباشر فيها فلازم تأخذ المعلومات الدقيقة الموثقة من حوار غير مباشر لبما زي تلفزيون تلفزيون الحوار هو قاعد بيسمع يعني بيراحته بقى يقعد يسمع زي ما هو عايز يراجع ويفهم بالتفصيل إذن الكونكلوجين هل نحن اخترابنا من حسم الجدل حول هذه زي ما يقول المعركة العلمية هو يا فندم الموضوع محسوم ولكن البعض يظن اللي بيقول أنا هازرع خارج النسيج ان ابتكر طب جديد أبدا هو جراحه تأني مما تنويق تجاري لا هو تأني من الجراح بس في انه هو يحافظ على الأنسيجة لكن ما هواش اختراع جديد في الطب وأول من زرع دعمات داخل الجسم الكافي مش داخل النسيج الكافي داخل الجسم الكافي سواء خارج النسيج أو داخل النسيج هو الجراح المصري العالمي الأستاذ الدكتور جمال البحاري أستاذ جراحة التجميل بطب الأصر العيني كنا سباقين كلام ده كان في أواخر الستينات يعني احنا لما نرجع لتاريخ زراعة الدعمات هلأ أول فكرة أن تزرع دعامة بمادة صناعية سينستيك كانت سنة 1950 كان من جراح أمريكي جراح اسم سكردينو سكردينو عمل بحث على كام حالة ولم ينشر يعني احنا سمعنا من من حوله لكن ما فيش أبحاث منشورة بعدها بسنتين بالزبط فيه اتنين خواجات برضو جودون وسكوت هم اللي نشروا أبحاث فعلا وقال والله احنا استخدرنا مادة الأكريليك وكانوا بيزرعوا دعامة وحدة فقط ما بين النسيجين الكافيين ما بين الجسمين الكافيين يعني الجسم الكافي من برة والجسم الكافي اللي جنبه بيجي في النص بينهم كده ويروح زرع دعامة بس بر الجسم الكافي وطبعا الدعامة دي لم يسبت نجاحها ولكن كان أول من زرع الدعامة داخل الجسم الكافي في العالم كله ولنا السبق كان أستاذ الدكتور جمال البحاري أستاذ جراحة التجميل بكل الطب الأسياني عليه رحمة الله عليه رحمة الله إحنا سبقين في هذا الموضوع بس مش نتكلم بقى خارج النسيج وداخل النسيج هو من أول من ابتكر فكرة أن تزرع جسم صناعي جسم الدعامة داخل الجسم الكافي في قضية أنا مش مقتنع بها بس لا سمسأل حضراتك فيها لأنه ده سؤال عند المرضى تمام وأنا شايفه من الأسئلة مش عارف هل له منطقية علمية اللي هو أنه مريض يسألك يقولك بعد لو أنا الدعامة لم ترضيني وأردت أن أزيلها هل هذا ممكن متاح؟ طب هو لو تم تدمير يعني بالمعنى المفهوم بتاع تدمير الجسم الكافي في الزراع فيه لا يمكن نحن نزلها مرة أخرى إذا نحن يبقى ممتازفة إحنا دايماً ليه بنقول preserve the rotations عشان حتة دي بالذات المرضى حافظ على النسيج المرضى المزاجه متقلب بس لما نرجع للبداية خالص إحنا لا نتخذ قرار زراعة الدعامة إلا لمريض خلاص فقد كل الطرق السلمية الغير جراحية ومضطر أن يلجأ للطرق الجراحية اللي هي الدعامة يعني كده كده أساساً هو تتعبير أدبي الطرق السلمية لتعبير أدبي هو كل طرق السلمية إن شاء الله لكن تعبير أدبي نقصد بيها غير جراحية فهو بيكون خلاص وفقد كل هذه الطرق الغير جراحية البديلة فمضطر يرجع لطرق الجراحية يعني بالعربي لو أنت شلت الدعامة بقى من ترجعت المربع صف أنت فاكر نفسك قبل ما تحط الدعامة مثلاً كنت عندك انتصابه هترجع له من ترجع للمربع صف طب لما هو المربع صفر من الأول بتقول لي ليه حافظ على النسيج وما تحافظ عليه والله أنا بقول لك حافظ على النسيج على أمل إن يوماً ما النسيج ده مش معناه إنه مش شغال إنه تالف مش قد يا أخي يوماً من الأيام تظهر وسيلة علاج من الوسائل اللي عمانة تطلع كل يوم دي تخلي النسيج ده الاكتفيت بتاعته ترجع ما تخليه تمزع لنفسك ليه إنه يبقى موجود ودرك في حاجة فهي دي فكرة ليه بنقول حافظ أو مرحفصي أو داخل وخارج ده المفهوم أو الجدل كله حاولين النقطة دي والناس بقى أشغال عليها على السوشي الميديا يومياً آه ودي خطأ ودي صواب ودي مش عارف فيها إيه أظن بهذه على برنامج حضرتك كده وبشكر حضرتك للدعوة إنه إحنا كده حسمنا الجدل بشكل نهائي والكلام ده يحسن في عقول زملائنا الأطباء قبل المرضى الكلام اللي يلاقي من زملائنا الأطباء أي حاجة في كلامي مش مزبوطة أو عليها تعليق منه تليفوني موجود أتشرف بسماع صوته وأتشرف بمنقشته ونعمل مثلاً زي وبنار كده نسمع الأراء المختلفة وكونفرميشن كل واحد يدلي بدلو في المعلومة اللي تثبت صحة أو عكس صحة ما يقول أرجع تاني في زراعة الدعامات يقول الكثيرين أو يعبر الكثيرين عن معنى إنه لبما مريض السكر مثلاً اللي بيعاني من انفكشن أو بيعاني من فرص عدوة عالية سيعاني عندما يزر عليه الدعامة رغم إنه المنطق بيقول إن الدعامة من أوائل الناس اللي بيحتاجوها هون ورد السكر عندما يصلوا إلى مرحلة متأخرة من التهاب العصبي ومن الشريين المصابة والتاليفة في السكر مزبوط مزبوط هو طبعاً مريض السكر يعني بالنسبة لنا زي ما ساعتك اتفضلته هو أكتر مريض بيحتاج زراعة الدعامة فعلاً لأن السكر مريض السكر نفسه مع إهماله لتزبيط سكره مع الوقت بيحصل خلل في الشريين والأوردة يعني بيضخ الدم بيقل وبيحصل تسرب في الأوردة والكلام ده بيضطره في النهاية أنه هو يعمل الدعامة طيب هل مريض السكر له احتياطات خاصة؟ نعم احتياطات خاصة ديك بناخدها في المربع اللي هو من قبل العملية وبعد العملية بأسبوعين أو تلاتة على الأقل طيب شمعنا المدة دي تحديداً لأن المدة دي اللي فيها جرح ومريض السكر جرحه لو ما كناش نصبت سكرنا خلال هذه الفترة لن يلتأم وستحبس المضاعفات طيب هل بعد ما يلتأم الجرح تماماً وتعدي الفترة ديك هل فيه خطورة من ارتفاع السكر؟ الإجابة لا طيب ليه لا على الإطلاق؟ لأن مريض السكر لما هيرتفع سكره هيشعر بأشياء أخرى قبل ما توصل لشكوته من الدعامة إنه هو هيبدأ يشتكي من حاجات تانية في الجسم مختلفة بقى في عينه وفي الكلى إلق 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 وهيلجأ لطبيب سكر يزبطه سكره وإذا وصل الأمر إنه هيشتكي من مشكلة في الدعامة هيشتكي من بداية من ألم هيبقى بالنسبة لنا جرس النظار نقول له آه ألم يعني الأنسجة بدأت تتمدد معناها إن سكرك قد يكون عليه من فضلك روح إرح روح لكسر سكر يزبطنك سكرك فنبدأ نلحقه ومعنا وقت لكن الفترة الأولى دي اللي هي أول ثلاث أسابيع عندناش وقت لجرح لسه جديد يا يلتأم يا ما يلتأمش ويحصل مضاعفات يا ما يحصلش هي دي الفكرة وهي دي الخطورة إنه أول في فترة الجرح ولسه في أوله مهم جدا نصب تسكره الفارق بين الدعمات هل هذا الأمر له قيمة كبيرة علمية يعني فيه خناقة بساعة تحصل لا الدعمة المرينة لا الدعمة البالونية لا 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 دي دعمة أولد فاشن الريسنت هل في النهاية هذا الأمر له إنبط على العيان بالضبط ساعتك تفضلت بنقطة مهمة هو اللي بيفصل في هذا الموضوع يعني مثلا آه إحنا إحنا مرضانا في بلادنا العربية ما بيهتمش قوي بفكرة إن أنا عايز حاجة تبقى رائبة من الطبيعة قدر المستطاع هو عايز حاجة تؤديله غرضه بس بمتعة يعني إيه الأجانب برغم من الدعمات هم اللي بيصنعوها لكن ما بيعترفش خالص بالدعمات المرينة بتاعتنا دي خالص أو الصالبة دي بيقول لك إيه إذا ردس يعني بيبصلها كده عنها إيه العصيان اللي انت بتحطوها دي ملهاش أي لازمة بالنسبة لوقف نظره ملهاش أي معنى هو عايز يحسه إنه طبيعي عايز يحس إنه عنده حاجة بتدي فيها انتصاب كامل ولما يكون مش عايزة يبقى فيها ارتخاء كامل سويا بقى فيها متعة أو مش متعة هو عنده العملية بالنسبة له إيه إذا ميكانيكال بروسيس هو عايز يؤدي متعته في الطرف الآخر وخلاص بتاعت القصة لكن إحنا مريدنا يعني عنده إحساس عالي شوي بيبقى عايز لقى يحس بالمتعة أكتر حاجة بتهمه يا ترى أنا أعمليها قلية بحتة ولا هتبقى فيها إحساس من هنا بدأت الفكرة والنداء بإننا نحافظها على المسيق قدر مستطاع عشان نديله هذا الشعور لإننا إحنا لما بنزرع الدعم الهيدروليك طريقة زراعتها وتقنية زراعتها تختلف تماما عن الزراع الدعم العادية إذا كنت في العادية أنا بقدر أفصل وحط دعمتي بين الاتنين ففي الهيدروليك ما أقدرش لإن أنا بدخل بإبريتي من فتحة المفتحة اللي أنا فتحها وبطلع بها من رأس العضو في طرف الخيط بتاع الإبرة اللي يعتبر يوسل الخيط الدعم بتاعتي فتدخل تمزع الأنسجة تمزيع فين بقى النسيق الكافي فين الإحساس اللي أنا مستنيه وضخ الدمه والكلام ده كله خلاص خلص بالنسبة له فمرضنا تفرق مع الحكاية دي قوي ده بالنسبة للمقارنة بين النوعين الأساسيين الهيدروليك ده بيحصل هذا الضمار أكتر في الهيدروليك ده مش بيحصل ضمار ده تقريبا ما بيقاش في نسيق كافي انت وانت بتسحب بريتك كده لكن في المرينة لا يحدث في المرينة انت كده بتفتح بتعمل سبيس وبتحط ضعامتك وما زال إذا كنت بتحافظ أو ما بتحافظ ما زال عندك نسيق كافي برضه سواء انت محافظ عليه بالكامل أو محافظ على حتة منه المم عندك حاجة بتدي العيان شوقت إحساس هين كانت درجة بقى الثاني دوك هده انت مزعته زي بالزبط ما تيجي في حاجة فيها نسيق في حاجة فيها شيء بلاش نقول نسيق وتروح مسحة مسحة كده بقى ستيكة من ألف إلى اليوم ده الهيدروليك اللي احنا فين فينها بالإضافة إلى ما يقال ان الهيدروليك فيه من ناحية تكوينها سهل انها يصبها بعض العط بعض الإصابات لو الحط في مخنة زي ما ساعدتك اتفضلت فيه طبعا وجوه مخنة كثيرة منها ان الدعمة الصلبة دي بتدوم مدى الحياة ولحتى الشركات المنتجة لو لقت فيها مشكلة بتديك مكانها وما بتحتاجش اللي نادرا إلا في عيوب صناعة مثلا أما دي لا دا لها عمر افتراضي يعني هي من خمسة إلى عشر سنوات بتحتاج تغير الأجزاء الداخلية بتاعتها بتتآكل وبوزو بتحتاج تغيرها كمان لو ساعدتك بصينا في الوصالات الرفيعة دي فالوصالات دي عرضة انها تتسد وتعلق وتفك وتسرب وتتني وتتآكل كل دا يعني صدع على المريض كل دا يعني كل شوية داخل دخلوا العملات الدعمة تعلق منه فضع انتصابه في موضوع محرج ونازل شغل ويعمل ايه الدعمة مثلا جيه وقت ما عايز يستخدمها علاية ومش عايزة تنبو خالص يعمل ايه بتحطه في المواقف محرجة جمدة جدا ويتحطه في صدع ملوش أي معنى آه يعني الكلام دا وإن كان مثلا بنقول لي نسبة حدوث مش مئة في المئة لكن هو وارد الحدوث بنسبة عالية تاني بتحطه وتنسيها فهذه بتخلي مرضانة يعني بالنسبة لهم أفضل من الهيدراليك في عندنا فقا أكتر من سؤال سريع عايزين اسمعهم النهاردة السؤال السريع الأول السؤال السريع الأول هو الشباب في العشرين نات لا يحتاجون إلا لعلاج نفسي وليس عضوي بعض هذه أو هذه الجملة موجودة في عقول الكثيرين للأسف إحنا بقينا في الفترة الأخيرة نلاقي إن كتير من الشباب من إدمانهم للعادة السرية بشكل مرعب أصبح عندهم أشياء قدوا كثيرة جدا 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 ودي حاجة تخلينا ندق نقوس الخطر ونخلي بالنا من شبابنا السؤال الثاني هل ينصح بزراعة دعامة أصغر للحفاظ على المسيج الجهف؟ إحنا مرينا بهذا الكلام مطلاقا لله لا يوجد أي داعي أن أنا أزرع دعامة أصغر عشان أحافظ على النسيج الجهف ما هو أشهر الآن مشهور يعني يزعجك في معتقدات الناس؟ أعتقد كتير يعني مش عبواحد بس بس يعني أكتر حاجة اليومين دول اليومين دول حتة الزراعة خارج النسيج والزراعة داخل النسيج صراحة يعني مش تزعجني أنا هي بتزعج المرضى وللأسف التشتيت فيها كتير من كتر الكلام عليها فياريت تكون تحسمت في الحلقة دية بشكل نهائي إن شاء الله أحنا كلمنا عليها بشكل تفصيلي في تفصيل لم يذكر في أي منطقة في العالم يعني دي مرجعية عالمية نحنا نفرق بابين هل السوشيال ميديا لها يعني سايد افكت خطيرة؟ والله لها ميزات ولها عيوب ميزات إنها بتقوم بالتسقيف ودي حالة لامينات سورس محترم بالضبط فنم واسمح لي بقى بهذه المناسبة إن أنا أشكر هذه البرنامج تحديدا لأنه بيختار قامات علمية كبيرة أنا شخصيا كطبيب بقعد أسمع وأتعلم منه وخصوصا في حلقات أستاذنا الكبير أستاذ الكل الأستاذ دكتور حسام موافي رغم إن ده مش تخصصي العالم العربي لكن إحنا بنتعلم من هذا بس في رابط وصيق بين البطنة والسكسوليشي يا فندم حتى لو ما كانش في رابط علمي فعلى أقل يكفي إن الناس دي مجرد إنها بتتكلم وبتشوف خط تفكيرها إنت بتعلم منه بتعلم من همساته من سكناته القائمات العلمية مجرد إن أنت تتابعها بتتعلم منها كل شيء بلا شك بلا شك إنت نورتنا وشرفتنا وكالعادة أبحرتنا بهذا الحوار الممتع جدا 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 فيما يتعلق بالتصيح العلمي لمفهومات أو لمفاهيم خاطئة مخيفة حول هذه المنطقة شديدة العورة من الناحية الثقافية يا مناس وقعت في حفر إيه اللي ساب نفسه في هذه المنطقة للمخدرات وإيه اللي حاول يداول موضوع بالخمور وإيه اللي إدى لنفسه يعني راح في اتجاه الانهيار النفسي وبدل القصة بإنه إدى انطباع للناس إنه عنده علاقات نسائية كتيرة فبقى ماجن ومهوس وفي ناس دانية محترمة جدا عملت مع الموضوع بهدوء وراحت للتكاتر المطلوب إنهم يكشفوا عندهم وحلوا المشكلة بكل الأنواع الحلول سواء كانت حلول دوائية أو حلول هرمونية أو حلول دعامية أو حلول جرحة كل أنواع الحلول موجودة لأنه في النهاية لا يوجد في العلم الحديث ما يسمى بإمتنس أو ضعف جنسي بقى فيه حلول لكل المشاكل ضيف العزيزة القيمة العلمية الكبيرة قال له أستاذ الدكتور محمد عبد الشافي أستاذ جرحات المسارك البولية وضعف الجنسي بكل الطب زمنت أمراض الزكورة من جامعة سعوبولو وعضو جامعة الأمريكية لأمراض الزكورة كان في الدكتور يبقى الحوار دائما في الدكتور مختلف نحن القاهرة والناس أكيد القناة الأجرأ لكن القناة الأكثر تقديرا لمفاهيم ومقاييس الشرق الموجودة في داخل المجتمع المصري شديد المحافظة شديد الاحترام خليكم دائما مع الدكتور